الهيبة بتاعت الأب بتاعت زمان الهيبة أنا كنت أسمع مفاتيح بابا بيفتح الباب كنا بننزل تحت السرير مش بس هنورة الباب تحت السرير ليه كنا بننزل تحت السرير؟ معرفش كنا بنخاف ليه قوي كده ليه إبراهيم كنا بنخاف قوي كده وإحنا صغيرين على فكرة أنا سألت السؤال ده عشان عايز أسمع منك السؤال اللي أنت قلتي ده عشان كنا بنخاف لأ عشان عارف ليه عشان اتضربنا قبل كده لما كنصوتنا عالي واتضربت قبل كده لما جي لأنا نايمين متأخر مش بادري عشان مدرسة بكرة فمجرد انت بيجي لك كده ايه ايه ده جيه الساعة كم يبقى هتضرب يعني كان فيه خوف ورعبة سمعني يا بابا وبيتفرج على كل حلقاتي كنت عامل فينا ليه كده واحنا صغيرين يعني كانت بس كان بزيادة يعني انا مش بقول بقى نعمل ولادنا زي زمان بس احنا لشدينا قوي زي اهلينا وراخينا قوي يعني يعني بقينا كده واقفين ساعات كده ما بقاش لنا طعم بقينا بنك بس يعني احنا بنفرح انا مدخل ابني المدرسة الدولية الفلانية انا مدخل بنتي معرفش احنا بقينا نفرح بالصرف بس لكن ما بقناش نفرح بالتربية الصح موافق جدا هو بصي هو نمط الحياة المادي هو فرض نفسه علينا بشكل عامي لا والله يا ابراهيم احنا اللي عندنا عقدة الخواجة احنا اللي عندنا عقدة الخواجة انا شايفة كده انت عرضني على فكرة يعني عرضني خد ودي معاي عادي يعني انا شايفة من صحباتي الستات هي عندها عقدة الخواج يعني هي ما بتربيش اكتر ما هي بتتباها باسماء المدارس الكبيرة اللي بتدفع لها بالدولار واللبس اللي بيجي من برا وتلاقي ابنها تربية مفيش اسوأ من كده ما شاء الله عليك انا موافة جدا عن انتي بتقولي ده خاصة ان احنا اصلاً محتاجين نتعلم ازاي نربي يعني ازاي نربي دي اصلاً مهارة يمكن تعلمها يعني احنا ما تولدناش بنعرف نربي بالزبط ومش شرط ومش بالضرورة التربية اللي احنا ممكن نكون عاشتناها مع ابوهاتنا وامهاتنا في بيوتنا زمان واحنا صغيرين تكون ناما التربية صحي مثلاً فبالتالي طبيعاً احنا نبقى طالعين مش عارفين نربي او عندنا خلل في مفاهيم التربية بس ممكن نتعلم ده وده سهل جداً احنا نتعلمه